شباب يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل دلوقتي فيديو مراجعة البروتين كيمستري. هاعتي بس على النقاط المهمة في النظري. ان شاء الله. اول حاجة هنبدأ بها البروتين زي ما احنا عارفين اللي هي نيتروجيناس كومبون او اما حاجة في في التعريف اللي هي نيتروجيناس اللي هي نيتروجين بيمسل ستاشر في المية من 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 وزنه. اه بعد كده هننتنقل بيقول لك اه هنا زي ما انتم شايفين النقاط اللي هي وتكونوا حافظين الامثلة. يعني عشان هي هرمونات. الهرمونات بتنظم يعني علشان بتكون المسؤولة عن الاكسام المضادة. عشان بتدخل في تكوين وهتعرفها بالتفصيل في الشابتر بتاعدين ايه? عشان المايوسين والاكتن. كتاليتك عشان الانزايم. عشان بتدخل في الكلاجين والالاستين. قصدي عشان الكلاجين والالاستين. البروتين يعني. عشان ما فيه بفيه اللي هي بروتينات بتاعت اللي بتنقل شبه الهيمو جلوبان شبه الالبومين كزلك. تكونوا عارفين الامثلة يا شباب. اه بعد كده هيعمل حاجة بتاعت البروتين. اه على حسب ايه? مسلا نبدأ بالنيتروشنال. على حسب اهميتها الغذائية في بروتين لها اهمية غذائية كبيرة ليه مليانة باستينشل امينو اصد. في اه عندها لاك في وان امينو اصد. بروتين له خالص يعني ايه هي ما فيهاش امينو اصد مهمة. تمام يا شباب? اه انا هحطني تاني كلاسيفكيشن. اه على حسب الشكل. على حسب الشكل يا شباب. وقلنا في فيه فيه يعني يا شباب. لكن من الاسم تعرف. تعرف الامثلة كمان. يعني اه 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 يعني بتدخل في تكوين حاجات شبه الالاستين شبه شبه المايوسين شبه الفايبرين كل حاجات يعني انت بتبقى عارف انت انت بتقول ده فايبروس ولا جلوبرا. اما الجلوبرا يا شباب يعني فانكشن يعني ما هي مسؤولة عن وظيفة معينة يبقى معظم الهرمونات معظم الانزاينز. اه شبه الهيمو جلوبين. تمام يا شباب? من المثال بتبقى عارف. اه تاني تالت على حسب السوليابيليتي. احنا واخدين يا شباب اللي هي فيه سيمبل فيه فيه كومباوند فيه سيمبل. اه اللي هي ايه? عباع صافي امين وقصد بس. بروتين بتتكون امين وقصد بس. وكنا عارفين الامثلة شباب وقلنا مهمة. الالبومن والجلوبولن. الالبومن يا شباب اه اه بتدوف المياه وفيه هيت كوة جلوبولن. اللي اتنين بتعمله. الاجلوبولن لا مش بتدوف المياه. بتدوف المحليل. الامثلة يا شباب اه مهمة. يعني لو هيجي سؤالي وانا هعرفكو دبعتي السؤال بها هيجي ازاي? وكذلك الجلوبولن والجلوبولن تكونوا انت عارفين يا شباب الامثلة. الالبومن والهيستون قلنا لكم الاتنين دولت ايه? اه سلم والانوطر. في حاجة اسمها الاسكليل والبروتين قلنا اه يعني بروتين اه من اسكليلو يعني قوي. يبا هو مش بيدوف اي حاجة. محتاج اه 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 تمام شباب? وكمان عشان وظيفته اللي هو بيعمل بروتكت. تمام شباب? تكون عارفين. اما حاجة اسمها الكمبوند. كنبوند يعني بروتين مرتبط معها حاجة. تمام? اه ودي امثلتها سهلة يعني. اللي هو الكربوهيدريت مع البروتين يبقى ليكو بروتين لايبو بروتين نيوكليو بروتين فسل بروتين. ومثاله بروتين والهيمو بروتين. تكونوا عارفين الامثلة يا شباب. في حاجة اه في حاجة اسمها بقى. قلنا يا شباب يعني كان عندنا بروتين. وهي اتكسرت فدتنا نواتج. اه شبيهة للبروتين. وهي ولها وظيفة. اه ده كان بيتقسم ليه. برايمري وسكن دي. البرايمري. قلنا شباب اه مثلا البروتين بيحصل عليها عمليات معينة بس وعنعرف يعني بالوقتي زي ما هي ما تكسرتش ومن الامثلة بتاعتها اللي هو البروتين اللي هو بال اي ان ده يا شباب اي ان والميتا بروتين البروتين جاي من حصل فيه اكشن للوطر او او الانزيم وفيه ميتا البروتين اللي هي الاسد الكاليز اسد او الكاليز يعني اه احماض او قلبيات اشتغلت على البروتين فدتنا حاجة اسمها الميتا الميتا بروتين دولت نوعهم برايمري اما السكندر يا شباب فضلت البروتين تتكسر وتدينا اه وتدينا وكمان هي كمان تكسرت تكون عارفين الترتيب يا شباب عشان ممكن موضع سؤال اللي هو البروتين تكسر فدنا والبيبتون يدانا بيبتايد والبيبتايد يدانا اه ايه اه امين واسد تمام بروتين بيبتون بيبتايد امين واسد تمام يا شباب اه كده بين خلصنا من يجي بقى للا مينو اه للا مينو اسد يعني امين اسد زي ما انتم عارفين الامين واسد ده شباب الوحدة البنائية للبروتين اه وكمان عشان تمام يا شباب هنبدأ دلقتي في الكلسفيكيشن بتاعت الامين واسد قبل ما ابدأ بس لازم نعرف الامين واسد ده اللي هو الوحدة البنائية للبروتين اه وكمان كان فيه سلايد مهمة في الدايتا الدكتور كانت عاملة عليها اللي هو موضع سؤال اللي هي اهمية الامين واسد لازم تكون انا عارف اللي هي اه مهمة كمان في الترانسيميشن بتاع البالس تمام وكانت اه مهمة كمان فيه بتعمل اه اه وكانت اه اللي فيه النوع بتاعها اللي هو ال والدي موجودين في المايك قلنا تمام قلنا اللي في الجسم نوع اه الا امين واسد طب اه طب ال ال والدي يبقى موجودين برا الجسم يبقى موجودين في المايكرو تمام اه ولا تبص على الاهمية بتاعت الامين واسد تمام شباب بعد كده نتنقل ليه الكلسفيكيشن بتاعت الامين واسد بيقول لك هنا ايه اه نبدأ بيه اللي هي الرياكشن كلاسفيكيشن اما اذا كانت هي اصيدك ولا اه بيزيك ولا نيوترال بصر زي ما انتم عارفين الجزئة الكلاسفيكيشن دي عبارة عن الحفظ وانا احاول ساعدك دولاتي في موضوع الحفظ آآ قلنا آآ بتعتمد على ايه بتعتمد على اذا كان مجموعة الامين وجروب اكتر ولا مجموعة الكربوكسيل جروب اكتر اللي اللي هتدينا يعني اشارة امين وجروب يعني موجب يعني لو هي اكتر من الكربوكسيل تبقى تبقى اللي هي ايه اه بيزيك اما لو كانت اما لو كانت الكربوكسيل هي الاكتر تبقى اصيدك اما النويترال بيبقى مجموعة الكربوكسيل اكتر تبقى بتساوي مجموعة الامين بتكون متعادل يعني ولازم تكون عارفين الامثلة واسيدك اسيدك يبقى الاثنين فيهم كلمة اسيد اسبرتك اسيد وغلوتومك اسيد تمام سهلين اما البيزيك اللايسين والارجينين والهيستادين تحس لهم اناس طيبة كده كده كنت بتخيل ليسين ارجينين هستادين ليسين ارجينين هستادين دولتين البيزيك اما اما النيوترال الشباب بتتأسم لبعدين اذا كانت النيوترال دي معاها هيدروكربون سايدشين ولا معاها هيدروكسيل هيدروكسيل جرو ولا معاها سالفر زي ما انتم عارفي والامثلة مهم لو كانت معاها هيدروكربون عادي فكان معانيه جولايسين والانين وفالين وليوسين وايزوليوسين تكونوا حظينهم يا شباب جولايسين والانين وفالين وليوسين وايزوليوسين اما مجموعة الهايدروكسيل اما مجموعة الهايدروكسيل اما مجموعة الهايدروكسيل السيرين والسيريونين شبه بعضها السيرين وسيريونين ده لو كان مع مجموعة اللي هي الو اتش. لكن لو كانت سلفر اه تبقى قلنا اللي هي سستن وسستين دولت مع بعض. والميس يونين. سستن وسستين وميس يونين. سستن وسستين وميس يونين. تمام شباب? اهم حاجة اهم حاجة تكونوا عارفين تعرفوا تتفرقوا وهي عبارة عن ما هو الا حفظ الامثلة. وهي بتقران ان شاء الله هيكون سهل. كده اه بسبب ايه? بتاعتر اكشن. اه ني recommendations. يعني اما يا اما يعني اما الفاتك. قلنا الفاتك يعني شباب يعني ما عندهاش اللي هي حلقة البنزين. اما الاروماتك عندها ايه? حلقة البنزين. يعني عندها حلقة مميزة كده. حلقة خماسية. تمام شباب? الالفاتك بقى اللي فاتك اه هي معظم الأمين وأصد ألفاتك المميز خالص تعرفه الأروماتيك والهيتيروسايكليك الأروماتيك الأروماتيك تكون حافظونهما شباب موضع سؤال برضو عشان هما مثالين أو ثلاثة مميزين الأروماتيك اللي هو الفينايل الألانين والتيروزين الفينايل الألانين والتيروزين وليزم تكون عارفين التيروزين ما هو إلا باراهيدروكسي فينايل الألانين يعني هو الفينايل الألانين بس نزودنا له مجموعة الهيدروكسايل يبقى الاتنين اللي هو الفينايل الألانين والتيروزين أروماتيك تمام شباب؟ أما بقى أما بقى الهيتيروسايكليك حلقة خمسية اللي هو التريبتوفان والهيستادين والبرولين تريبتوفان والهيستادين والبرولين تمام شباب؟ تريبتوفان والهيستادين والبرولين كده خلصنا من الكيميكال يعني ما بتتكسر بتدينا إيه؟ وده برضو ساهم وده سؤال أعتقد ممكن تيجو ما بتتكسر بتطلع لنا إما جلوكوز يأما كيتوم بادس يأما بتطلع الاتنين قلتلكم يا شباب تحفظوا ايه؟ أهم حاجة اللي هي بتاعت اللي هي بتطلع كيتوم بادس قلتلكم مثال بتاعها مهم جدا جدا وحيجي في الامتحان اللي هو اللي يوسين ليه؟ مثال فريد من نوعه كده هو اللي كان مكتوب في الداتا وفي نفس الوقت مميز وكان بيجي يعني كل سنة سؤال مميز يعني اللي هو بتديه كيتوم بادس اللي بيدي كيتوم بادس تكون حافظ اللي هو اللي يوسين ومع اللي يسين هم اللي اتنين شبه بعض ولكن هو أم حاجة اللي هو ايه؟ اللي يوسين شور يا شباب على الخط المنايل ده بس أنا شعرف اكتب على الموبايل وكمان تعبانا شوية ما علينا تحفظ ازاي؟ عشان برضو تحفظ برضو المهم والمضمون اللي بيدي كيتوم بادس هو الي يوسين واللي يوسين اللي بدي المميز وما يزع به الشمحدات كنا احنا وذكرناهم хочу شباب اللي هما أيه؟ الاروماتيك الفيناه الأناليض والتايروزين كمان هما بيدي الآلافة إن هما اروماتيك كمان يدي iyه؟ احفظوا ارباطوا وباعد والتريبتوفان اللي هو كان هيتيروسايكليك برضو بدي المميز احفظوا ايه بمثال التريبتوفان والتايروزين هم اتنين تيم وفي نايل الانين وفي ايزوليوسين هنا يا شباب هنا يا شباب اللي بيدينا كتون بطس بس اليوسين طب ايزوليوسين بيدينا الاتنين تمام يا شباب بتكونوا بتعرف تمام آآ في اه تاني لا في اه تاني آآ قلنا النيوتريشنال النيوتريشنال اه ان يتلوشنك اسفكيش على حسب الانين واسد دي مهمة للجسم لازم ناخدها ولا لا اه في اللي هو استنشيال لازم لازم جسم محتاجها ما بعرفش يصنعها لازم ناخدها في الاكل وده قلنا ايه امثلة كتير اه حاولت تحفظ منهم بالين يوسين سيرونين لايسين اه حاول لكن انا قلت لك عشان تعرف التوبة سهلة يعني احفظ اللي بتاعت السمي عشان هما مسيالين اتنين وايه لو جيهم مسلا اه حاجة غيرهم يعني انا انشاء بالاستبعاية دي يعني انا كنت بعملها كده في الامتحان يعني هيقول كل ده كل ده استنشيال مع دكز فاحنا عندنا السمي استنشيال هما اتنين ارجنين وهستدين السمي اللي هو السمي استنشيال اللي هو الارجنين والهستدين تمام اه لو لو لمحتوهم اعرف اللي هما دولة السمي وشوفوا بقى السؤال محتاج ايه سواء بقى السمي استنشيال في اللي هو الارجنين وهستدين وضف لك حاجة استنشيال فانت تاخدها او كان مديك كتير ومنهم ارجنين وهستدين فانت ده اللي هيتاخد عشان ده الغريب فانت تحفظ السمي استنشيال اه صحيح وهي السمي استنشيال اللي هو بيبقى يعني ايه مهم في بعض الاواز اه زي اللي هو بيبقى في الاطفال لما الاطفال لسه ما بيعرفوش كونهو في جسمهم وبعد كده اه بيعرف كونهو تمام? اه كده خلصنا دي يبقى احنا على بتاعها كماني اوسط على حسب اكشن بتاعها اه اسيدك ولا 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 مهمة اوي ولا مش مهمة خالص والكيميكال اللي هيتيروسايكلك قلنا يا شباب هيتيروسايكلك والاروماتيك والالفاتيك اهم حاجة الامثلة اه والميتابولوك كلاسيفكيشن هي ما بتتكسب بتديني ايه وتكونوا عارفين يا شباب ده بيدينا كيتون بز مثال مهم تمام شباب جيه هنا بيقول لك لا مينو اسد اه احنا قلنا اه الاهمية في بيقول لك هنا اه زي الاورنسين احنا قلنا يا شباب تحفظ ازاي عشان انتوا بسهلين الاورنسين والسيترولين تحت بعض صح الاتنين بيشتخدموا الاتنين الاتنين في اليوريا سايكل تمام? لكن السيترولين اللي تحت ده بيجي من الاورنسين يعني الاورنسين بيدينا سيترولين تمام? نيجي بقى لل ايه? للههموسيرين قلنا الههموسيرين يا شباب? جاين من اسمه جاين من حاجة اسمه السيرين وكمان هيموسيرين عقل ده م كنت انا كلا لكم وبيستخدم في حاجة عقل كل ده موقع اللي هي ايه الميسونين ميتابولزم المميزة اللي onda هو بيستخدم فيه الميسونين ميتابولزم اما في دوبة دوبة قلت لكم لها معلومة اللي هو ايه? انهيبوتري نيورو ترانسيمتر. الجابة الجابة شباب آآ بيستخدم فيه اللهم صلى على سيدنا محمد صورة يا شباب. وانا برضو بقول لما ما طلق بطل ايه? الجابة يا شباب هو اللي انهيبوتري نيورو ترانسيمتر. اما الدوبة بيدي دوبامين. بيدي ابنفرن. تماما شباب? اما الجابة هو الانهيبوتر نيورو ترانسيمتر. اما البيتا الانين. البيتا الانين بيستخدم فيه شباب اللي هو كونزايا. وبيجي اثناء تكسير البرمدين. دي نيكلوتيد. نيكلوتيد البرمدين. يبقى لازم تعرف اللي هو ايه? كونزايا. اه. وهيج سؤال يا شباب في دول. يعني انا متأكدة. وممكن يجي اللي هو بتاع دوبة او جابة ده. بازن الله يعني. انا بتوقع. زي ما توقعت كده للارجنتيني ان شاء الله هتفوز وها تتصاعد. ان شاء الله والصاعدة ايه. المهم. كده ايه? خلصنا بتاعة الامين واسد. وعرفناها بالاهميات بتاعة البروتين. نيجي بقى لجزء التوتوريال. تمام يا شباب? شباب نيجي بقى لجزء التوتوريال التوتوريال كان بيتكلم عنه. ازاي نكون اللي هو البروتين الاول. وازاي نكون البروتين. اه الخطوات بتاعته تمام? هي برضو على شكل مايند مابس. لو حابين يا شباب حاسين اللي هي هي بص هي تلخص للنظري. يعني هو كان بيسعدنا فان احنا نعرف انه اللخص النقاط المهمة في النظري. فلو حاسين اللي هي مش عارفين تستفدوا منها يعني مش مفيدة. اعرفيني في في الكومنتات. وارجع عادي يعني رجع لكم على الدات عادي. تمام يا شباب? نبدأ الاول نبدأ بيه بسم الله الرحمن الرحيم من البروتين والبيبتايد. بيقول لك ايه? قلنا البيبتايد دي عبرها يا شباب ايه? سلسلة صغيرة كده من مجمعة من الامين واسد. مرتبطة ببعدها بيه البيبتايد بوند. لازم تكون عارف اسم اللي ايه? اسم البوند. عشان ايه بتختلف من من الكربوهايدريت من البروتين للليبت. تمام شباب? وموضع سؤال عادي يعني ما يعني مش اللي هو سهل كده وما يجيش لا. يجي عادي. ويقول لك الشباب اللي هو ايه? ايه? الببتايد بوند بتتكون ازاي? قلنا امين واسد وامين واسد. مجمعة الكربوكسيل هنا ومجمعة الامينو هنا. ويتحرر. ويتحرر جزء مية. تمام يا شباب? بقول لك ايه? اه تمام? بقول لك هنا في في حاجة اسمها وفيه ازاي ببتايد وفيه ازاي ببتايد. يعني بتكون من اتنين امين واسد. التراي بتكون من تلاتة امين واسد. اه والامثلة افتاعتها برضو مهمة يا شباب. اه الضاي زي الكرنسين والانسرين. وانه الكرنسين والانسرين مع بعض الاتنين موجودين في في المصل والبراين. وانه اه الوظيفة طاعتهم مش 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 معروفة لحد الوقت. تمام? اه هما الاتنين ضاي شباب. اه اه او عاوزين برضو حاجة مهمة اه امرة تقالي السنة دي. الكرنسين. اه اصروا شباب بس عشان انا هتعبنى شوية. فالصوت لكن الا اه عايزة بقول دلوقتي الكرنسين الاختصار بتاعهم. اه اختصار الكرنسين. مهم يا شباب اللي هو ايه? اه اه الهست. الهست. عشان هي اول مرة يعني اكتبوها. الهست يعني عشان بيتكون من الالانين واللي هو امين واسد الالانين مع الهست دي. اه تمام يا شباب? ممكن يعني تيجي في المتحام. في حاجة اسمها الاسبرتيم. وبيتكون من من هو ضاي هو روخة. وبيتكون من الاسبرتيت من اسمه والفنايل الانين. تمام يا شباب? اه. وهو يا شباب اه يعني بيدي طعم. بيستخدم في الصناعة اللي هو بيدي طعم حلو يعني. تمام? اه نيجي الايه تاني اه تراي بيبتايد. بيتكون من تلاتة امين واسد. ما بينهم اتنين اه بيبتايد بوند. زي الجلوتاسوين. قلت لكم يا شباب تركيب الجلوتاسوين مهمة جدا. انا حيجي في الامتحام. بيتكون من تلاتة. جلوتامين سيستايين جليسين. جلوتامين سيستايين جليسين. تمام شباب? اه والاهميات بتاعته. الفنكشن بتاعته مهمة. برضو اللي هو ايه? دي عشان بيخلينا نتخلص من ايه? من اللي هو اتشي تو او تو. دي مركب سام يا شباب. وبيساعد على اه اللي هو برضو. وبيساعد على الابزور بتاع الامين واسد. اه تمام? تكونوا عارفين واللي هو برضو عشان بيضيف زي ما قلت في الشرح بيضيف اللي هو الاتنين اتش. تمام شباب? تكونوا عارفين التركيب بتاعه. وفي حاجة اسمها التي ار اتش. اللي هو سيرو رياليزم هرومون. وده برضو بتكون من تلاتة اللي هو الجلوتاميت والهستادين والبرولين. ما تركيزوش عليه قوي. ولكن احفظوه برضو يعني كده. تمام يا شباب? بقولنا اللي هو ايه? اه بيطلع من الهايبو من الهايبو صلى مصد. اه وفيه ازر بيبتايت بقى بيتكون من عدد امين واسد مختلف زي الانجيوتينسن اتنين. الانجيوتينسن اتنين يا شباب بتكون من ثمانية امينو اسد. اه واسمه اكتا بيبتايد اكتا يعني كمعني هو بيزود البلات بريشة. بزود ضغط الدم. في حاجة اسمها البراديكاينين. البرادو كاينين يا شباب عكسه. يعني ده بيزود كان بيزود ضغط الدم. عشان بيعمل فازو كونستركشن. اما البراديكاينين بيعمل فازو دايلتيجة. وهي انتي انفلاماترو. تمام? اه في حاجة اسمها الاكسيتوسن وانه اللي هو ايه? تكونوا عارفين اللي هو بتاع الانقباضات الرحم. تمام? واللي هو نانو يعني بتكون من تسعة امينو اسد. والاسم التاني بتاعه اللي هو ايه? الذي هو المضد الادررال البول ده. وبيطلع من البوتولترا جلاند. وده برضو فيه معلومة مهمة ما كنتش قلتها في الشرح اللي هو بيحتوي على يعني ممكن ييجي عشان يعني من ضمنك فص السطور ايه اللي هو الامينوبيبطايد اللي فيه دايسالفايد وممكن يدي اسماء كتير ومنهم اللي هو الفازوبريس تكون عارفين اما الانجيوتينس الواحد ايه اللي عليها اللي هو ايه بيحتوي على عشر اامين واسد تمام كده عرفنا البيبطايد نيجي ليه البروتين البروتين بيتكون ازاي قلنا على اربع مراحل كل اللي انا عايز اعرفه اللي هو ايه انت رتبت اامين واسد جنبه بعد كده ما بينهم اللي هي البيبطايد بوند عادي فيش حاجة سلسلة بسيطة من الامين واسد تمام اللي عايزك تعرفه في ايه اللي في حاجة اسمها البولي بيبطايد باكبون باكبون يا شباب يعني عمود اللي وقت الحاجة الاساسية اللي هي بتتكرر يعني اللي هو الايه الجزء اللي هو بتاع الاني اتش سي اتش او اللي هي الاني اتش سي اتش سي او ده يعني حاجة اساسية متكررة كده ايه طول السلسلة في حاجة اسمها اه اللي هي الايه الامين واسد صايد تشين اللي هي الار يا شباب اللي انا قلت اللي هي بتختلف منه من امين واسد للتاني في حاجة اسمها في حاجة اسمها السي والن التاني البناء ان اللي هي بتكون ايه على ايدك اللي الشمال وبتكون ايه وبعلى يعني هي اسمها ان علشان الامين واسد اما السي عشان الكربوكسيل اللي هي اللي هي الايه عشان اسمها الان اه الان ترمينال نسبة لل ايه او الامينو جروب اما السي ترمينال عشان الكربوكسيل جروب بيكون على ناحية الامين وبجماعة الان بتكون على الشمال السي بتكون على اليمين تمام اللي انا عايزة اتعرفه اللي هو البرهيمر ما فيش حاجة مميزة خالص مجموعة الامينو اسمها سلسلة امينو اسد كده جما بعض الببطايد بوند الببطايد بوند في النص تكون عارف يعني وبس وتكون عارف الان ترمينال على ايدك الشمال والسي ترمينال على ايدك المين نيجي ليه سيبدأ بقى اول مرحلة فيها بيحصل فيها فولدينج واول مرحلة بيظهر فيها اللي هي ايه الهايدروجين بوند بيقول لك هنا ايه بيقول لك هنا بيحصل بقى اول حاجة بزي ما قلنا هو بيحصل فولدينج اه على طول تمام ويهما عبارة عن نوعين هما عبارة عن نوعين الالفاهيليكس الالفاهيليكس والبيتابليتتتتتتتتتتتتتا طبرا لكنت اقلا فيه حاجة تريبل هليكس لا تريبل هليكس ده بيبه فيه الكولوجين بس تمام اه الالفاهيليكس الاحنا عايزنا نعارفه في الالفاهيليكس او البيتابليتتتتتتتين المهم يعني بيقولك في كل اللفة في الالفة هليكس لازم تكون عارف الرقم ده وحيجي في الامتحية كل اللفة في الالفة هليكس عبارة عن 3.6 من عشر وكمان الهايدروجن بوند بتربط في بعض زي بيكون مثلا الامين وقصد رقم واحد بيمسك في الامين وقصد رقم اي خمس تمام يبقى بتعدي اربع امين وقصد عشان تروح لللفة اللي بعدها تمام شباب اما البيتابليتجان اللي تعتبر ورا بعضها فعشان كده تحس اللي هي ايه اكستيندد لتعرفوا برضو ان الهايدروجن بوند بتكون برال للأجزز في الالفة هليكس بتكون يعني مع طول مع طول الايه ای مع طول اللي هو الحالزوني اللي اتعرفوا برضو ان الار جروب اللي هي الصايد تشين دي ملاش علاقة هي اه اه فري ولبرة كده مدخلتش لسه في في الفولدنج يعني تمام وتكون الامثلة برضو عارفين اللي هي اه هنا الالفا هليكس اللي هي الالفا كراتين بتكون في احفاظها كده اللي هي ازاي في الشعر الكرلي اما بتكون ايه في السلك ولا البيتا كرياتين تمام شباب في ايه تاني الا تعرف فيه في بس انت اه انت اللي يعني تعرفوا في الفروق بس ما بين الالفا هليكس والبيتا بليدتشين بس اه اللي تعرفوا برضو عبارة عن نوعين اه فيها برالي وانتي برالي برالي يا شباب يعني يعني مثلا لو النهاية ها اني ترميل هنا وسي ترميل هنا يبقى اني ترميل هنا وسي ترميل هنا في نفس ماشي بنفس يبقى هنا اسمها برالي موزي لكن لو كان اني هنا وسي هنا اني هنا وسي هنا تفاهمين يا شباب هنا اوبزيت النهاية من الشبه بعض في ايه وفي اوبزيت دايريكشن اسمها انتي برالي اه انتي برالي بيتا بليدتشين تمام اه ده اللي انت عوزين انت يعني عايزاك وتبقى عارفين حاجة اسمها ايه في الكولاجين ببوتلاتة عبارة عن تلاتة الفا هليكس تلاتة الفا هليكس مع بعض اه لا في اه كل اه كل 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 تشين يعني اللفة حوالين نفسها على شكل حلزوني زي ما قلنا وبعد كده التلاتة بيلفة حوالين بعض تمام بيعمل على شكل ايه الحبل تمام كده اه خلصنا من السكن در التلشريباء يا شباب ده بقى ايه موضوع اكسر تعقيدا ده اللي بيكون لنا اللي هو ايه دايمنتشنال زي ما قولو دايمنتشنال فولد اللي هو يعني حق اللي هو الثلاثي الابعاد اللي هو الشكل البروتين يعني اللي هو الشكل البروتين اللي بيدينا الوظيفة يعتبر يعني بيدينا الوظيفة وهو ايه في مهمة جدا وده موضع اسئلة مليون في المية وهيجي في الامتحان الفاكتور زي اللي هي يعني اللي بتخلينا نوصل في الاخر للتكوين ده زي ما قلنا في حاجة اسمها الهايدروفوبك انتر اكشن الهايدروفوبك يعني ايه بتحصل ما بين احفظك ايه من الامين واسد نان بولر نان بولر نيوترل نان بولر نيوترل نان بولر نيوترل امينو اسد دي الهايدروفوبك اما الهايدروفوبك العادية قلنا اللي هي ايه عادة اللي هي اثناء الفولدنج بترتبط اما الالكتروستاتيك الالكترو يعني انت شايف اهو القهربة يعني اشارات مختلفة يعني زي ما بين الاسد امينو اس اصد 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 وايه وبيزك امينو اسد احفظك كده وميديك مثال بين في الدياتا ما بين شبه اللايسين اللايسين ده احنا كنا ايلين الي هو ايه يا شبابemosاب والاستاذين والحاجات والالراجين Systems والوكان اللي هو بيزك. اما اتصبرتك اسد او في كلمة اسد هي يوبا اسدك. هو ما بين اشارتين وختلفتين اول الانتر اكشن والنه ده شباب احفظوها في الدياتا كده اللي هي ايه بيتبقى ما بين الانشارجر او جروبس لما مش عليها اللي مش عليها ايه اشارة احفظها كده تمام يا شباب اه تاني الاء نعرفها نيجي بقى للكواتروني استراكتشور كواتروني استراكتشور ان شباب ده مش بيبقى في بعض البروتينات مميزة في بعض البروتينات اللي هي بروتينات اللي بتحتوي على ايه اتنين بولوبيبتايد او اكتر تمام وبيسموها اوليجومار وليه جمر علشان اقل من عشرة اه وايه تاني ولازم تكون الامثلة مهمة واحدة يجي في الامتحان ليه امثلة مميزة كده وليلة في ال اه وكل يعني كل واحدة وعليها معلومة فتعرف اللي هي محل سؤال زي بيديت مثال اللي هو ايه اللي هي مجلبن اربعة صبيونة بيتكون من اربعة صبيونة الهيكسوكاينيز بيتكون اتنين البيروفيت دي هيدروجيني اتنين وسبعين تكونوا عارفين الثلاثة امثلة دولة الشباب في ايه تاني يا بتي الا بس اعتقد اه ان الحاجات المهمة في زي نكون البروتين وعاد عليها تاني في اخر الفيديو اه في ايه تاني الامراض بقى يعني الامراض ايه اللي حصل لو يحصل بقى ايه مشكلة اثناء المسفولدينج اه احنا نكون البروتين ان هم مراضين مهمين اللي هو الاميولويد الاميولويد واللي هو ايه بروين بروتين او جنون البقهر بروين بروتين ديزيز لازم تكونوا عارفين الاميولويد ديزيز ده حصل طفرة اللي حصل طفرة في الكروموزوم رقم ايه واحد وعشرين الكروموزوم رقم واحد وعشرين فاتكولينا حاجة اسمها اه فاتكولينا حاجة ايه انسولابل بروتين من النوع الانتيبرال بيتابليتد عشان دي ما بينه سطور انتيبرال بيتابليتد شيت تمام الاميولويد عبارة عن قتل اسمها اميولويد بقى فاتروح دي على النيرفيز والايه وتدمرها وبتظهر فيه اللي هي الالزهايمر والبركنسينيزم تمام يا شباب اللي انا عايزاكو تعرفيه في الاميولويد اللي هو تفرف الكروموزوم رقم واحد وعشرين وكون اه بروتين من النوع ايه على شكل ايه البيتابليتد وايه وانتيبرال تمام وبتظهر في البركنسونيزم والالزهايمر اما بقى المرض التاني اللي هو البرائم بروتين احفظوه انا لخص خلقه باهو احنا عندنا بروتين اسمه بروتين سي سي من نوع الفا هو على شكل ربنا خلقه في جسمنا على شكل الفا تمام حتيجي بقى المرض ده يدخل جسمنا تمام يجي يعدي اللي عندنا اللي هو الالفا هو شبه يعني هو الجسم ايه ما استغربوش ليه علشانه نفس نفس التكوين وكل حاجة بس مختلف ايه هو نفس تكوين ونفس الامان واسد وكل حاجة بس الترتيب الايه تمام فالفولدنج بقى اللي حصل خلاه هو اللي هو المرض ده على شكل ايه بيتابليتد وعلى شكل بيتابليتد تمام شباب فهيعدل اللي عندنا اللي هو الالفاهيليكس اللي هو في جسمنا عادي يحاولهم كلهم ايه لبيتابليتد فاللي هو اسمه براين بروتين اسي سيه بس انا عزاك تعرفوه كده اللي هو البروتين اللي عندنا كان الفا اما يجي المرض اللي هو الجنون البقى ده ويدخل المايكروب ده يدخل جسمنا حيحاول الالفاه لبيتا تمام بس وده اللي انا عزاك تعرفوه يعني هو مشابه جدا للبروتين اللي في جسمنا معادة اللي هو ايه مشابه في ايه في البيتابليتد الاساس يعني اساسه لكن الشكل مختلف تمام كده يا شباب ما فضلش حاجة انا بس ايه ممكن انبه ايه الحاجات حتى يعني ممكن تيجي في الجزئية البروتين تركزوا عليها تكونوا برضو عارفين اللي هو الاروماتيك امينو اسد الاروماتيك امينو اسد قلنا اللي هي الفونيل اناين والتيروزين ممكن تيجي الهيتيروسايكليك تريفتوفان هستالين بورولين ممكن يجي يا شباب الكيتوجينك امينو اسد اللي بتدي كيتون بضل اللي هي اليوسين وهي يا شباب ناسيت اقول الجزئة السليونسوستايين السليونسوستايين قلنا يا شباب اللي هو امينو اسد مميز اللي هو اليه من الديه رقم 21 امينو اسد ليه؟ علشان الكود بتاعه نفس كود اللي هو الاشتوب كود اللي هو ايه يو جي ايه وهيجي في الامتحان اليو جي ايه اليو جي ايه يا شباب اليو جي ايه يا شباب بتاع السيلينوسيستيين. السيلينوسيستيين. تمام? وتلاقيه فين بقى? آآ بيدخل في بيدخل في ايه? في الجلوتوسين بيروكسيديز. وتلاقيه ويتلاقيه في حاجة في مركب اسمه خمسة ديودونيز. المهم يعني تكون عارف اللي هو رقم واحد وعشرين. واللي هو الكود بتاع هو نفس الكود بتاع الستوب كودون. تمام? آآ نقطة السيلينوسيستيين ده حاصة ممكن تيجي. اه تاني اه ممكن يجي الجلوتوسوين الجلوتوسوين تركيبه اللي هو بيبطايد اللي هو الجلوتامين سيستيين جلويسين. تمام شباب? آآ ممكن يجي اللي هو الدوبة وله يعني الدوبة او الجابة. تمام? ممكن يجي اللي هو آآ نوع البونس مسلا في وظهرت بقى الهايدروجين اللي بتربط بقى. وتعمل لنا آآ ومليون في المية ومليون في المية اللي بتدينا اللي هو ايه? اللي هي الهايدروجين والهايدروفوبك والالكتروستاتيك والآآ تصدق الكلمة اللي انا قلتها دي ديت مغصلتني الحاجة اللي هي حاجة اسمها زويتيريان. زويتيريان ممكن تيجي. زويتيريان يا شباب آآ عندنا اللي هو بيكون عندها بتاع الامين واسد ما بييه النقطة يعني نقطة البي اتش اللي بتخلي الامين واسد الاشارة بتاعته صفر. والنقطة دي اسمها ايه ايه ممكن تيجي. تكونوا اللي عارفين كلمة آآ يعني ايه 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 اللي بيكون عندها البي اتش بيخلي الامين واسد اللي تشجب بتاعتها بصفر. تمام يا شباب? ويا رب يا رب آآ يوفقكم ان شاء الله وتحلو كويس في الامتحان واي حاجة اي حاجة عايزينها آآ على الممكن تقوم في الكومنتات موجودة او على على تسأله مثلا في الفيدباك او اي حاجة ويعني انا تحت امركم يعني سواء في الشابتر ده او في اي حاجة والله المرتعان وربنا يوفقكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة